تقرير للأمم المتحدة أعده خبراء أمميون مكلفون بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011 كشف عن مشاركة ما أسماهم بمرتزقة فانغر الروسية في القتال الدائري بليبيا دبلوماسيون قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية إن التقرير الأممي الذي أعده مراقب العقوبات المستقلون وقدم للجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي بينا أن الشركة الروسية المتعاقدة نشرت قوات في مهام عسكرية متخصصة تشمل فرق قناصة التقرير الذي لم ينشر بعد أشار إلى أن مجموعة الخبراء حددت وجود عسكريين خاصين من مجموعة فانغر في ليبيا منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2018 وقدرت عددهم بما يتراوح ما بين ثمانمائة وألف ومئتي عنصر وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الأمم المتحدة وجود مرتزقة في ليبيا تابعين لمجموعة فانغر الروسية المعروفة بقربها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن بوتين كان قد قال في كانون الثاني يناير إنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا يحصلون على رواتب من الدولة ورغم تطرق التقرير الأممي إلى مجموعة فانغر الروسية إلا أن تواجدهم في ليبيا لا يقارنوا بتعداد المرتزقة السوريين التابعين لنظام التركي الذين بلغت إعدادهم أكثر من أحد عشر ألفاً وفق آخر إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر